اهلا بكم النهاردة هنعرف مي بتيجي امتى بمعنى اي كفاعل اللي عمل الفعل وزي ما وضحنا في الفيديو اللي فات ان اي ضمير يستخدم بمعنى انا كفاعل ومي ضمير يستخدم بمعنى انا كمفعول به يعني اللي وقع عليه الفعل واللي ما شافش الفيديو اللي فات ممكن يشوفه عشان يفهم النقطة دي بالتفصيل لكن النهاردة بقى هنعرف الحالات اللي بتيجي مي فيها بمعنى اي ولو في حد متلقبط في حاجة ممكن اكتبها في التعليقات وهارد عليه ولو محتاجة نعمل فيديو هعمل فيديو ان شاء الله هنعرف الحالات اللي بتيجي فيها مي بمعنى اي كفاعل اللي عمل الفعل اول حاجة في بعض الاستخدامات اللي هي تعتبر شائعة في اللغة الانجليزية الحديثة يعني بيعتبروها صحيحة modern english فناخد بعض الامثلة you're taller than me انت اطول مني برغم ممكن تقول you're taller than i am او you're taller than i بس دي very formal يعني رسمية اوي بتكلم بطريقة رسمية اوي وبالتالي you're taller than me صح مستخدمة مثال كمان hello it's me مرحبا انه انا فواضح اوي ان me هنا بمعنى انا فاعل لكن برضو في الانجليزية الحديثة مستخدمة وصح مثال كمان who there من هناك فاللي بيرد عليه بيقوله only me انا فقط يعني انا بس بس مي هنا برضو بمعنى i فاعل التلات امثلة دولت بيعتبروا في المادرن ستاندرد انجليش في اللغة الانجليزية الحديثة صح مفهمش غلط لان دي بقت جزء من المحادسة اليومية اللي بتستخدم دي يجي لاستخدام تاني لما بنيستخدم me too for example حد بيقول i'm hungry انا جائع فحد بيرد عليه وبيقوله me too يعني انا ايضا فهنا برضو me بمعنى انا كفاعل بمعنى i بس دي بتستخدم في ال spoken english يعني في المحادسة الانجليزية حاجة تانية برضو بتستخدم في المحادسة بنستخدم برضو me neither ولا انا ايضا يعني دي بتيجي مع النفي او يعني وانا كذلك مع النفي طبعا دي ليها درس مخصوص في الجرامر هناخده لما اقول me too انا ايضا لما بنقول me neither بتيجي تأكيد النفي برضو ولا انا ايضا هناخد مثال عشان نفهم i can't believe she's 50 يعني انا مش مصدق ان هي في الخمسين من عمرها شكلها ما بيديش العمر دوت فالتاني بيرد عليه بيقوله me neither وانا كذلك او ولا انا ايضا هنا النفي انت مش مصدق وانا مش مصدق كمان المثالين دولة me too و me neither بيستخدموا في ال spoken english مش في اللغة المحادثة مش في لغة الكتابة الحاجة اللي بعديه هو idiom وممكن يخدش في الكلام العادي اللي هو between you and me والاديم ده ممكن بيستخدم في الكلام العادي لكن هو كاديم في حد ذاته او تعبير شائع او اسطلاحي بمعنى ان ده حاجة بيني وبينك يعني السر بيني وبينك او ما تطلعش برا زي ما احنا كده بنقول عندنا بيني وبينك بمعنى ان الحاجة دي تفضل بيني وبينك محدش يعرفها فناخد مثال كده between you and me I don't think shall stay in this job very long بيني وبينك لا اعتقد انها ستبقى في هذه الوظيفة لفترة طويلة يعني دي حاجة بيني وبينك كده انا بقولها لكن انا مش معتقد انها ستفضل كتير في الوظيفة ديت مثال كمان this has to stay between you and me هذا يجب ان يبقى فيما بيننا يعني لازم الموضوع دوت يبسر بيني وبينك هو ده المعنى المقصود زي ما احنا ما بنقول كده في العربي الموضوع ده بيني وبينك ما يطلعش بر هو بردو نفس المعنى هذا يجب ان يبقى فيما بيننا مثال كمان I wanted everything to start afresh between you and me أردت أن يبدأ كل شيء بيني وبينك من جديد يعني عصت أن كل حاجة تبتدي ما بيننا من جديد start afresh يبدأ من جديد يعني يبتدي الحاجة من جديد الـ idiom أساسه أنه هو حاجة secret يعني أن هي حاجة سر لكن العبارة نفسها ممكن تستخدم في إطار الكلام بعيدا عن المعنى ده فمي هنا في الحالات دي كلها بتستخدم كفاعل بمعنى I وعادة في الـ American English بيستخدمه between us برضو في سبب كمان هنا في between you and me proposition حرف الجر between اللي هو بين between لازم يجي وراء الـ object pronoun ضمير المفعول به علشان كده لازم نستخدم me لكن هي معناها كفاعل بمعنى I كده وضحنا مشكلة me مع I في الفيديو هين دولت ونلتقى في فيديو جديد إن شاء الله see you later اشتركوا في القناة